وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خاصة من خلال التحديث الالكتروني والأرشف الرقمية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار الرئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض حيث وجه الرئيس السيسي برفع كفاءة مختلف مكونات بنياتها التحتية وحوكمة عمليات الصرف والتحصيل ذلك في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إطار رؤية مستقبلية شاملة تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها تأمينية بما في ذلك مكاتب خدمة المواطنين التابعة لها إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمي وتطوير الموارد البشرية بالإضافة إلى تحقيق التكامل الإلكتروني والربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة كذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة ترجمة نانسي قنقر